مرحبا وضحياتي إلى الجميع يرى عبد الرحمن الكواكبي وطبعا الكواكبي هو أحد الأعلام الكبار ولربما الأكثر تأثيرا في عصر النهضة العربي أو في فترة النصف الثاني من القرن التاسع عشر وطبعا كنت قد قدمت عنه عن كتابه الشهير وطبعا الاستبداد يعني حلقة خاصة فيرى الكواكبي أن مسألة القضاء على الاستبداد يعني دونها شروط وأهم هذه الشروط شرطين أساسيين الأول يتمثل في مسألة وجود رأي عام رأي عام يعني رافض ومعادي للاستبداد بشكل كامل بمعنى وجود وعي وعي لدي جمهير الناس بمهية السلطة المستبدة ووعي بضرورة التغيير طبعا كشرط لحياة حرة كريمة فإذا ما توفر هذا الشرط الأول من خلال التشكل ووجود هذا الرأي العام الرافض للاستبداد فهذا يعني أن هناك شعب يستحق فعلا الحرية أما الشعب أو على حد تعبير الكواكبي حرفياً أما الأمة التي لا يشعر أكثرها بآلام الاستبداد فهي أمة لا تستحق الحرية فإذا مطلوب وجود رأي عام يعبر عن وعي جمعي بضرورة إنهاء الاستبداد ومفاعيل الاستبداد وأسباب الاستبداد وليس مجرد وجود يعني رغبة مثلا بالانتقام من شخص بعينه كمثل شخص الحاكم المستبد طبعا لأن الكواكبي يعني لا 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 يربط ظاهرة الاستبداد بفرد أو بوجود حاكم فرد فقد تكون السلطة بأكملها مستبد ولا يربط حتى بين الاستبداد ووجود مثلا دستور أو حكومة دستورية أو حتى حكومة منتخبة لأن الحكم المنتخب يعني أيضا قد يتحول إلى حكم مستبد أو حكم استبدادي فبالتالي الكواكبي لا يربط الاستبداد أو ظاهرة الاستبداد بوجود الحاكم المستبد أو الحكومة أو ما شابه ذلك لا وإنما يربط وجود الاستبداد بغياب الرقابة المستمرة عندما تغيب الرقابة والمحاسبة يظهر الاستبداد فالحاكم الفرد قد يصبح مستبد إذا كان مطلق الصلاحيات ومن دون أي رقابة أو محاسبة الحكومة الدستورية قد تصبح حكومة مستبد إذا لم تكن مثلا يعني كما هو معروف مسؤولة أمام السلطة التشريعية أمام البرلمان مجلس النواب مجلس الشعب إلى آخر يعني حتى الحكومة المنتخبة أيضا قد تتحول إلى حكومة مستبد إذا لم تكن مسؤولة أمام الجمهور أمام الناخبين فإذا الرقابة والمحاسبة الدائمة المستمرة هما من يمنعان تحول السلطة إلى سلطة مستبد أما في حالة غياب الرقابة في حالة غياب المحاسبة فقد تتحول أي سلطة إلى سلطة مستبد في غياب المحاسبة والرقابة فمسألة تحول أي سلطة إلى سلطة مستبد يعني عمر أكثر من وارد لأن أصلا السلطة وشهوة الحكم والرئاسة والزعامة خاصة في المجتمعات العربية أو الشرقية يعني شهوة الحكم هذه تفسد حتى أكثر الناس اتزانا وعدلا يتحدث الكواكب عن هذا الأمر طبعا في هذا الكتاب الرائع طبعا الاستبداد قائلا إن الحكومة من أي نوع كانت لا تخرج عن وصف الاستبداد ما لم تكن تحت الرقابة الشديدة وتحت المحاسبة فالحكومة التي تأمن المسئولية والمؤاخذة فالحكومة التي تأمن المسئولية والمؤاخذة بسبب غفلة الأمة تسارع إلى التلبس بصفة الاستبداد وبعد أن تتمكن فيه لا تتركه وفيه خدمتها شيء من القوتين الهائلتين المهولتين جهالة الناس والجنود المنظمة فإذا واضح المسألة عند الكواكب ليست متعلقة بشخص بعينه أو بجماعة أو بحكومة بعينها مثلا فأي إنسان أي جماعة يعني قد تصبح مستبدة في حالة غياب الرقابة والعدام المحاسبة وهذا ما يجب أن يعيه الشعب برأي الكواكبي هذا ما يجب أن يعيه الجمهور وطبعا هذا الأمر يتطلب يعني رفع وعي الناس وإدراكهم ويتطلب كما يقول الكواكبي يعني رفد التعليم أو تطوير التعليم وإقناع الرأي العام بضرورة وأهمية الإصلاح فهذا أول شرط من شروط تهيئة المناخ العام للقضاء على الاستبداد أما الشرط الثاني فيتمثل في وجود بديل في وجود بديل عن المستبد أو عن السلطة المستبدة يعني تريد أن تقضي على سلطة مستبدة أو أن تنهي سلطة الاستبداد طيب لكن ما البديل؟ ما هو شكل النظام السياسي البديل مثلا؟ هل هنا خطة بديلة؟ أم يترك الأمر للفوضى؟ أم للتناحر على السلطة مثلا؟ أم بتنصيب مستبد آخر؟ أو حتى مستبدين كثر؟ أو مجموعة من المستبدين مثلا؟ فقبل مقاومة الاستبداد وهذه كلمات الكواكبي يقول قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ماذا يستبدل به؟ قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ماذا يستبدل به؟ ولا بد من تعيين الغاية بصراحة وإخلاص وإشهارها بين الناس والسعي في إقناعهم فإذن الشرط الثاني بعد الشرط الأول المتمثل في بث ورفع الوعي عند الشعب عند الجمهور عند الأمة الشرط الثاني يتمثل في الاتفاق على البديل في وضع خطة بديلة في وجود خطة واضحة لمثلا مرحلة ما بعد المستبد أو مرحلة ما بعد الاستبداد وكيف ستشتث مثلا هذه المرحلة القادمة الاستبداد من جذوره كما يقال طبعا من خلال إنشاء هيئات رقابية وتفعيل مثلا القضاء والمحاسبة وسلطة القانون والفصل بين السلطات إلى آخره وطبعا كل هذه الأمور مجتمعة يعني يجب أن تكون برأي الكواكب لبل يشدد الكواكب على أنها يجب أن تنبثق عن الرأي العام الشعبي بهذه الطريقة فقط يعني تكون الأمة كما يرى الكواكب أو يكون الشعب يعني أن أردتهم قد استعدى فعلا لحكم نفسه بنفسه فانطلاقا من هنا فهناك موقف شهير للكواكب طبعا الكواكب كان ينادي بالتغيير يعني حتى لو كان بطيئا لكن بالتغيير الواعي يعني معروف الكواكب رفض منطق الانقلاب مثلا أو الثورة لمجرد الثورة أو الفوضى أو العمل العفوي يعني بشكل أو بآخر كان يرفض العقلية الانقلابية أو التأمورية المتسرعة هذه العقلية التي تعتقد بأن بإمكان يعني مجموعة صغيرة لكن منظمة يعني أن تقضي على الاستبداد وإن فعلت مثلا فطبعا ستنصب نفسها يعني أو ستفرض نفسها كوصية على الناس على الشعب فالكواكب كان يرفض هذا العمر لأن عادة ما ينتهي هكذا عمر باستبدال استبداد قديم مثلا باستبداد جديد أو تتغير الوجوه ويبقى الاستبداد تتغير العنوين ويبقى جوهر الاستبداد ولذلك يعني يؤكد الكواكب نقول المرة تلو الأخرى على أن القضاء على الاستبداد وعلى أن مسألة التغيير يعني لها شروط لها شروط لكي يكون فعلا تغيير نحو الأفضل نحو الارتقاء وأهم هذه الشروط هي وحي الشعب وطبعا تمهيد أو تغيير البيئة والظروف القائمة ومسألة إيجاد البديل طيب أحب أن أختم يعني مع هذا الاقتباس من هذا الكتاب الرائع طباء الاستبداد يعني واقعا هذا الكتاب برأي الشخصي لربما يعتبر وطبعا رغم تقدمه في العمر يعني من أهم ما كتب بالعربية حول ظاهرة الاستبداد فيقول الكواكب ومع هذا الاقتباس أختم يا قوم هونا الله مصابكم تشكون من الجهل ولا تنفقون على التعليم نصف ما تصرفون على التدخين تشكون من الحكام ولا تسعون في إصلاحهم تشكون الفقر ولا سبب له غير الكسل هل ترجون الصلاح وأنتم يخادع بعضكم بعضا ولا تخدعون إلا أنفسكم وترضون بأدنى المعيشة عجزا تسمونه قناعة وتهملون شؤونكم تهاونا تسمونه توكلا تموهون عن جهلكم الأسباب بقضاء الله وتدفعون عار المسببات بعطفها على القدر ألا والله ما هذا شأن البشر شكرا لكم